نهاردة الكاميرات نقلت حوار مطول بين رامي ربيع مدافع النادي الاهلي وشادي حسين مهاجم سراميكا كليوباترا في مباراة الفريقين رقم عشر عارف الكواليس كواليس الحوار اللي دار بينهم رامي ربيع وشادي حسين كانوا صحاب من ايام ما كان عندهم سبع سنين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي شادي كان بيلعب في المقرار العرب ورامي في النادي الاهلي عشان كده كانوا وقفين مع بعض كتير بيتكلموا الكلام كان عبارة عن تشجيع من رامي لشادي كان بيحفزه انه يواصل المستوى اللي بيقدمه دلوقتي طبعا الكلام راح لفكرة انه انتقال شادي ليه النادي الاهلي انت جاي النادي الاهلي ولا مش جاي الوضع ايه فشادي قال لرامي ربيع انه العرض فعلا عند نادي سراميكا كليوباترا وان النادي الاهلي فعلا طلب شادي حسين من سراميكا كليوباترا وهو مستني قرار سيراميكا كليو باتر بانتقالوا الى النادي الاهلي وكنا نرحل لكم بكده ان شاد حسين بالفعل وقع لي النادي الاهلي ولكن اكيد الحسم عند نادي سيراميكا كليو باتر